بعد ما رجعت مواسم العمرة للمعتمرين من خارج السعودية مع بداية شهر الرجب اللي فات بأسعار مرتفعة بشكل نسبي ناس كتير كان نفسها تروح وتعمل عمرة لكن بسبب رفع الأسعار بشكل كبير اضطرت إنها تستنى وتشوف الأسعار هتقل تاني ولا لأ وبالفعل زفت شركات السياحة بشرة صارة للمواطنين بشأن أسعار عمرة رمضان عشرين اتنين وعشرين بعد غياب استمر حوالي سنتين خلاص بدأت السعودية إنها تفتح أبوابها من تاني للمعتمرين من خارج المملكة وتعتبر العمرة من أكتر الرحلات المحببة لكل المسلمين لكن بسبب الظروف الصحية اللي بيعاني منها العالم كله اتحرم كتير من الناس من أداءها ورغم إنه تم الإعلان عن موعد تشغيل رحلات العمرة من موصل للمملكة العربية السعودية إلا إن ناس كتيرة متخوفة إنها تقدم بسبب المغالاة في أسعار العمرة الجديدة لكن خلال الساعات القليلة اللي فاتت أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تيسير الإجراءات المفروضة على المعتمرين المصريين واللي كان من أبرزها إلغاء الحجر الصحي وإلغاء إجراء تحليل الPCR اللي بيتم إجراءه قبل الرحلة ب72 ساعة بس طبعا القرار ده ساهم في إن شركات السياحة تعيد تسعير العمرة مرة تانية وتخفض أسعارها قبل شهر رمضان الكريم والكلام ده أكدته غرفة شركات السياحة واللي قالت إن رحلات العمرة أسعارها هتقل بقيمة ما بين 2500 جنيه للفاة الاقتصادية مش بس كده ده كمان رحلات الخمس نجوم هيحصل هي كمان فيها انخفاض كبير كمان باسل السيسي نائب غرفة الشركات السياحية سابقا قال إن تخفيف الإجراءات الاحترازية على المعتمرين هيساعد على خفض أسعار رحلات العمرة لأن الإجراءات دي كانت بتسبب في رفع الأسعار الرحلات نتيجة للحجر الصحي اللي كان بيلزم الناس بالبقاء في غرف الفنادق لكن بعد تيسير الإجراءات دي أكيد هيكون فيه انخفاض كبير في أسعار العمرة وناشد باسل السيسي شركات السياحة بضرورة تخفيض أسعار الرحلات بما يتناسب مع إمكانيات المصريين الراغبين في إجراء رحلات العمرة وخصوصا في الموسم الاستثنائي ده في شهر شعبان ورمضان نظرا لاشتياق المعتمرين لإجراء تلك الرحلة بعد غياب استمر لمدة عامين وبتختلف أسعار رحلات العمرة في مصر من شركة للتانية بناء على البرنامج الخاص بالرحلة وجهت أسعار الرحلات لشهر رجب شملة تذاكر الطيران بالنسبة للبرنامج الاقتصادي كان بيبدأ من 22 إلى 26 ألف جنيه لمدة 14 ليلة أما سعر برنامج مستوى فئة 5 نجوم ألف كان بيبدأ من 33 إلى 36 ألف جنيه لمدة 10 ليالي وكمان سعر برنامج مستوى فئة 5 نجوم بيء كان بيبدأ من 40 إلى 46 ألف جنيه لمدة 10 ليالي لكن طبعا من المفترض أن الأسعار دي تقل زي ما قولنا قبل كده ما بين 2000 إلى 5000 جنيه بالمناسبة في ألاف من المصريين لجأوا للسماصرة والوسطاء ومكاتب الخدمات السياحية لإتاحة فرص ليهم للسفر لأداء العمرة ونجحوا بالفعل في السفر لأداء العمرة عن طريق الحصول على تأشيرات سياحية للمملكة وتأشيرات زيارة سواء تجارية أو عائلية خاصة وإن السلطات السعودية مش بتمنع اللي معاه أي تأشيرات للمملكة بأداء مناسك العمرة بالمناسبة قيمة التأشيرات دي تروحك ما بين 6000 ولغاية 15 ألف جنيه لكن خلي بالك التأشيرة التجارية بتكون لمدة سنة وتقدر تستخدمها للسفر للمملكة العربية السعودية أكتر من مرة خلال مدة صلاحيتها لكن رغم أن الحيلة دي كتير من المصريين استفاد منها إلا أنها ضيعت على الدولة مبالغ مالية كتير كان ممكن تحصلها لو كان السفر من خلال رحلات العمرة اللي بتنظمها الشركات السياحية أخيراً وزارة السياحة كانت حددت الأعداد الخاصة بالمصريين المعتمرين لسنة 2022 بعدد 60 ألف معتمر علشان تكون التأشيرات بواقع 20 ألف تأشيرة كل شهر